تحيات السام السورية كومية ازا نرى لهذا السام الذي ما زال يتداول وقوة في المنطقة دي واعتقد ان السام متحول على تريندساعد والسام في مستويات الواحد واربين جنيه ونص اعتقد دوافق سارة مفروش فصال وخلينا نشير المنطقة دي ونحطها فصال واضح برقم واضح اللي هو عنده مستويات الواحد واربين جنيه طيب السام ده عمل لي ايه لو لاحظنا ان السام ده عمل لي موجه من المستويات الحالية عمل لي واحد اتنين تلاتة وعمل لي تصحيح باربعع اللي كانت معاقدة شوية وعمل لي واحد اتنين تلاتة اربعع خمسة الموجة الخمسة جات ممتدة وعملنا تصحيح مجتمع منقال تكميلة الاتجاه الصاد طيب لو انا جوا السام المفروض بابحس عن تصحيح كل الموجة بتاعتي دي اللي الموجة للتصحيب بتاعي يوصل ما بين المستويات ال61 لحد المستويات ال78 فيبو المفروقة يتراجعوا لحد المناطق ال78 فيبو اللي هي مناطق بيج سبير ولكن السهم ردوا قوة من المستويات ال61 فيبو إذا تشايف أن المستويات ال41 جنيه قوية وكسراء يعني أننا هنعمل قاعة جديدة ولكن لو السهم هيتحول ويبقى يعمل قاعة جديدة وهيتحول لتندهاب لازم يكسر لي آخر قاعة تشكل اللي عنده مستويات ال37 جنيه وأنا الأعميل لوجهة النظر دي طيب أنا عندي الموجة الخامسة جات ممتدة وجات بنفس طول تقريبا الموجة الأولى وأعتقد أن السهم بتأكد الانعكاس به مع قوة الموجة دي وخصوصا مع هيكلية التصحيح دي هيكلية تصحيح وده اللي بيأكد أن السهم عمل الانعكاس وإن ده دورة سرية مكتمة طيب عايز أخد أهداف أنا ما زلت ببحث عن مستويات ال61 فيبو اللي بتهم 61 كمان يعني مستويات ال200 فيبو تكون هدف متاح بالنسبة لنا اللي هي مستويات ال64 جنيه وأعتقد أن السهم كمان ممكن نروح لحد مستويات 72 جنيه خلينا نروح على فهم الساعة أعتقد أن أنا عندي مستويات ال64 جنيه دي مستويات مهمة جدا ساعتها هنطلع أعمل أشكل قمة جديدة اللي هي عنده مستويات 65 جنيه السهم لو صعدوا بقوة يروح لحد مستويات 72 دايما خلونا نفكر في الهدف الأقرب وبعد ما نوصل له نبتدي نشوف أهدف أخرى لكن أنا شايف أن الهدف ده هيكون مهم جدا وأعتقد أن السهم الشاسع الكتير عم ساعة 65 جنيه خلونا بس نشوفها يكلية الموجة الثالثة هتجي إزاي وما زلت شايف أن السهم جاب وأعتقد أن السهم تحولها تريندسار وهنبحث عن قمة جديدة أول هدف بالنسبة لنا 65 جنيه وبالتوفيق ترجمة نانسي قنقر